ترجمة نانسي قنقر على هامش إطلاق غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة السيد سامير عبدالله ناسا والوفد المرافق له رالي العرب لريادة الأعمال في نسخته الثانية من مصر أنهى وفد الغرفة جولته في القاهرة بزيارة مؤسسة الأهرام باستقبال من رئيس تحرير الصحيفة علاء ثابت الذي قدم للوفد هدية تذكارية عبارة عن النسخة الأولى من صحيفة الأهرام التي صدرت عام الف وثمانمائة وستة وسبعين وقد أشهد رئيس التحرير علاء ثابت بالتقدم الهائل لمملكة البحرين والفرص الاستثمارية التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة البحرين ثم تجول الوفد في مبنى الأهرام وقاعة مجلس التحرير التاريخية وسط صور عمالقة التحرير للأهرام على مر التاريخ وكان وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين قد قام بزيارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعقد اجتماعا مع رئيس الهيئة المستشار محمد عبدالوهاب الذي أكد على متانة العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ومملكة البحرين خاصة أنه كان في زيارة للمملكة منذ أسابيع قليلة وبعد تبادل الدروع بين الهيئة العامة للاستثمار وغرفة التجارة والصناعة في البحرين قام الوفد بجولة برفقة المستشار محمد عبدالوهاب داخل مقرات الهيئة للاستثمار وأكد الوفد البحريني على أهمية هذه الزيارة ودعمها للعلاقات التجارية والاستثمارية بين مملكة البحرين ومصر نحن صراحة كغرفة نحاول نتعاون بشكل مباشر وتعريف تجار البحرينيين على فرص الاستثمار في مصر والعكس كذلك بالنسبة للاستثمار في البحرين أو تعاون مشترك في عمل مشاريع مشتركة اللي ممكن تعطي نوع من الاستفادة إلى البلدين نرى أن هذا الصرح مهم كثير ويفيد المستثمر وينصح في الاستفادة من هالخدمات اللي يقدمها هنا وبكل أمانة من المستشار رئيس الهيئة إلى الكادر كله الكل فاتح ذراعاته اللي ترحيب بكل المستثمرين وهناك فرص عظيمة تكفي المستثمر وحسب رغبته في القطاع اللي يحب يستثمر فيه أو في النشاط اللي يحبه فيه تسهيلات كثيرة وقانون الاستثمار تغير في السنوات الأخيرة فكلها يستصب في مصلحة مع رياد البحرين جولة مهمة لوفد غرفة تجارة وصناعة البحرين داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التقى خلالها المستشار محمد أحمد عبدالوهاب رئيس الهيئة أكد خلالها أن هناك تعاونا مثمرا في مجال الاستثمار والتجارة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين من مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القاهرة